بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن البيوبسي هناخد البيوبسي بيقولك امتى اعمل بيوبسي او امتى اعمل عينة واوديها للمعمل لما انا ما اقدرش اعمل دياجنوزيس بعيني فانا مضطر ان انا ااخد عينة من الليجن ده وابعته للهيستو باثولوجست علشان يعمل لي دياجنوزيس ليها ويتعرف له على المرض ده بيقولك دلوقتي انا مش قادر اشخص بعيني فانا لازم ااخد عينة وابعتها للمعمل عينة سيرجيكال علشان يودها لي المعمل ويعملها لي تشخيص بعد كده الهيستو باثولوجي افلواشن بياخدها اللابراتوري انفستيكيشن بعد كده يعمل الديوجرافك اجزامينيشن بعد كده يتعرف لعليها يودها العادة تاني ياخد للهيستور بتاع الليجن ده ياخد فيها كمان بيقولك ان ان انت تاخد عينة من الليجن ده دي حاجة مهمة جدا ان انت تشخص بها الليجن لغاية الماليجنانسي في حاجة دلوقتي انت مش عارفها سواء كانت سيمبل او خطيرة جدا اكتر حاجة ممكن تساعدك في الدياجنوز بتاعك وهي البيوبسي بيقولك البيوبسي دي انا بعملها امتا؟ بقولك انا دلوقتي عندي ليجن هد الليجن ده مثلا طريقة لمسلا بسبب مثلا في حاجة بتحتك في الخد مثلا فعملها للليجن ده فانا هشيري الحاجة دي مسلا ودي له فرصة اسبوعين لو الليجن مراحش بعد الاسبوعين فانا لازم اخد بيوبسي واشوف ايه الليجن ده يبقى البيوبسي استرونج لريكممندد امتا؟ اللي هي بتكون موجودة ازاد من اسبوعين بعد مشينة اللي بيسبب الليجن ده ولسه كمان موجودة بعد الاسبوعين فانت لازم تاخد وقت البيوبسي ده ان انت بتشيل التشو for the purpose of diagnostics heathopathologic examination بتشيل التشو من أورال كافت تتبعته للمعمل الheathopathologist علشان يشخصها لي طيب في عندك شوية white legions ازا هو differential diagnosis لبعض زي frictional keratosis ده مثلا هو white legions اما شفتم ممكن تشك فيه frictional keratosis smokers keratosis leucoblakea squamous carcinoma بعد كده بيقول لك ايه هي الانديكيشنز بتاعة البيوبسي ام تعمل البيوبسي اول حاجة قلنا ان الليجان ظهر لي في وسبته بعد اسبوعين بعد مشلت لسه موجود فانا هعمل له هعمل له ايه هعمل له بيوبسي هاخد له بيوبسي لو عندي ماليجنانس ماليجنانس لو انا متوقع ان الليجن ده ماليجنانسي كانسر او حاجة فانا اخد له بيوبس اتأكد منه لو انا دلوقتي عندي صوفت تشوف وبقي زي مثلا الهمنجيومة بتبليد ازلي بتنزل دم بكل سهولة اي احتجاك فيها وعمالة تكبر فانا لازم اخد لها بيوبسي عشان اشوف ايه ده رقم اربعة لو انت لسه طالع لك حاجة جديدة كده ببقك لسه جديدة وليسه متغيرة زي مثلا الميلانومة فده لازم اخد لها يا كمان ايه لازم اخد لها بيوبسي خمسة ليجن ذات انترفير وز فانكشن ارهاب انتزايرابل اثاتيكس ليجن في بقك طالع وشكل وحش وكمان بيعوك الفانكشن بتاعتك وانت بتعضه بتاقه فده لازم تاخده بيوبسي بيقولك ان الجوغران سندروم ده بيصيب السليفر جلانت زي مين زي البروتت جلانت فانا دلوقتي انا عايز اتأكد منه او عايز اشوف ايه المرض ده فانا لو دخلت مثلا اكسيشن البيوبسي او اي حاجة فممكن يعوار الفيشال نيرف لان الفيشال نيرف ماشي في البروتت اه والجوغران سندروم ده مرض بيضرب للسليفر جلانت بيعمل لي زيرستوميا فانا لازم اعرف اشخص المرض ده كويس ان انا اخدله بيوبسي بالفاين نيدل اسبيريشن ان انا عشان معوارش الفيشال نيرف فجاي بداخل بنيدل كده ولسه هناخد التكنيفس دي كلها تحت هاخش بنيدل وجاي ساحب واشوف اللي هو السليفر جلانت ده ايه دي كده بالنسبة للإنديكيشنز بتاعة البيوبسي طيب بالنسبة لل بيقولك ان الكونديشن انت كده كده لازم تديله الاول ايه لازم تديله اللوكال انسيزيا وتكون سيف بطريقة امنة اندوس والسيفير بليدنج تندنسي او كو اجيولوباتيز يبقى انا دلوقت ماينفعش عيان قدامي عنده سيفير بليدنج تندنسي وروح اخدله بيوبسي اول مقطع اصلا اكسيجن او انسيجن هلالي نفور الدم نازلة فده لازم بتاع الجراحة هو اللي يعملها تمام يبقى اول حاجة في الكوندرا اندكيشن في الحاجات او في الليجنز اللي بيكون عندها سيفير بليدنج ماينفعش ان اخد بها بيوبسي وكمان اللي هي اللي انا مش عارف هديها طيب بالنسبة لرقم اتنين في الكوندرا اندكيشن لو بيشنت بيستعمل دول بيوبس في نيت ماينفعش ان انا اقرب منهم ولا اخد منهم بيوبسي ليه علشان البتاع ده الدواء ده بيحصل نيكروزيس للبون بيوقف بتاعت فانا اتكن اقرب من البون بتاعهم علشان البون عنده نيكروزيس البون هاش فماينفعش ان انا اقرب منه يبقى دول الحالتين اللي انا ماينفعش اخد منهم بيوبسي بعد كده ايه هي الادوات اللي انا ممكن اخد بها او استعملها اول حاجة بليد هندل وز نمبر اه اه اللي هو علشان يشديه الصوفت تيشو عشان ادي بها الانسيزيا اعمل اخيط وكده ده اللي بامسك بالنيدل عشان اخيط بيها عشان اقفل بيها اللي انا فتحتها اهوت علشان اقص خيط الزيادة اللازم يكون مرضو عندي جهاز الليزر لو انا احتاجته عشان اشيل بيليجين او حاجة بسمين بطل كونتيننج فورمالين اند بيوبس داتا شيت لازم يكون عندي حاجة ان انا احط فيها مادة الفورمالين عشان احفظ فيها العينة اللي انا اخدتها وفي الاخر شوية شاشة بعد كده بيقولك ايه هي التكنيكس وطفر the method use the aim is to التكنيكس بتاعت البيوبس فيه عند اكسجنال انسجنال فانيد الاسباريش هننخدهم كلهم تحت ايه هو الهدف من الفرق بين التكنيكس دي اول حاجة ان انا اوفر provide a suitably representative sample for the pathologic to interpret ان انا اقدم عينة مثالية للباثولوجست بتاعه علشان حصاله وقلل الاخوف لدى البيشنت وعدم الارتياح للبيشنت بعد كده المبادئ العامة للبيوبسي general principles للبيوبسي اول حاجة لازم ادي طبعا لوك الانسيزيا ما ينفعش ادخل جراحة ومش هدي اصلا الانسيزيا العينة يكون احسس لكل حاجة فيكون عندي ان انا اخضر المكان ده اخضر ده زي النيربي بلوك انما اللي هو بيجا هوت حوالين الليجن ويدي واحدة هنا ويحوطه ده ودول اتنين مصحوبين هوت او يبقى كده اول حاجة الانسيزي بعد كده لو عند ان انا بيساعدني ان انا اسبت المكان ده ان هو ممكن يمسك لي حاجة يسبت بيها الليجن بعد كده لازم استخدمه بحذر ليه عشان اتجنب افويد دورينج اكسيشنال بيوبسي ان الساقشن تسحب العين اللي انت اطاطه وكنت راح توديها للمعمل تمام بعد كده لما تيجي تفتح تفتح يعني وتاخد بيوبسي تعمل شايف بيضاوي علشان يسهل عملية الخياطة بعد كده تكون سهلة كان بي ومع ذلك بتعتمد على مكان البيوبس اللي انت هتاخدها وحجم الووند برضو يبقى انت دلوقتي هو بيعتمد على مكان البيوبسي اكتر بس لما تيجي تقفل وكده ماينفعش ان انت تكون حطه عشان هيفتح لازم ما عملش تنشن فانا يكون بعد ماقفل ماكونش شادت كده على الجرح جامد عشان مايفتحش بعد كده بيقولك ان مثلا الاسسانت هوا تمسك لللب هوا تمسك للب هوا تمسك للفينجرز برضو الطنج لازم سبته وانا باخد بيوبسي بمسك جوز هنا واسبته من هنا واخلي الاسسسانت اللي يمسكه بعمل شكل الوج ووج شاب اهو وده بيكون سهل برضو لما تيجي تقفله تلاتة الواحد يبقى اللينس الطول للويتس اللي عرض بتاعه تلاتة الى واحد تعالوا بقى بعد كده ناخد البيوبسيز هناخد اول حاجة معانا وهي الاكسجنال بيوبسي طيب ايه هي الاكسجنال بيوبسي الاكسجنال بيوبسي يعني انا شلت الليجن كله الليجن كله شلتو total removal للانتاير ليجن يبقى التعريف بتاعه definition total removal للانتاير ليجن طيب ايه هي الانديكيشن اوليوز بتاعت الاكسجنال بيوبسي اول حاجة the size of the leegion حجم الليجن بيقولك لو هو صغير ووصله small leegions ووصله كلها خلاص اقدر اشيل وكله على بعض اكسجنال بيوبسي طيب لو هو اكسيسيبول leegion في مكان اقدر اوصل له اقدر اشيل وكله خلاص يبقى دي من الانديكيشن زي بتاعت nature of its attachment to the underlying tissue يا سلام بقى لو الليجن ده بيكون برقبة كده فجاي رابط من تحت وجاي يشده وعمل اكسجنال بيوبسي بيقولك ان احلى حاجة او احلى ليجن ان انت تقدر تشيله ان هو يكون صغير وبرقبة بيضنكيول واخري يعني نفس الشكل ده كده وتلاقي كده بيضنكيول دي يعني برقبة كده واو ليش تجي انت جاي يشيله كده على بعض وكده كمان يكون في accessible area ايه بتاعت الاكسجنال بيوبسي لو انا قريب من ممكن اعواره فانا ما ينفعش ان انا اخد له اا اكسجنال بيوبسي فانا لازم استعمل ودي لسه انا اخدها تعال بقى ناخذ الانسجنال بيوبسي الانسجنال بيوبسي بيقولك ان هي بدل اكسجنال اللي انا كنت بشيل الليشن كله لو ده ليشن انا كنت بشيله كله لأ في الانسجنال بيوبسي هشيل حتة منه بيقولك لو انا شاكك انه مليجنانسي فاخد اول حاجة سايز لو انا عندي حجمها كبير ومش هقدر اشيلها فانا اخد منها حتة صغيرة كده تاني حاجة لو الليجن ده في مكان خطير ولو شلت كله ممكن اخبط في ولا حاجة كده لو انا شاكك ان اللي قدامي ده فانا اخد له طيب ايه هي التكنيك سبقا اول حاجة ان انا في الانسيجن البيوبسي بياخد بشكل الوج وجي شيب ان انا باخدها في شكل الوج تمام بيقول لي كمان ان انا لازم ان انا دلوقتي خدت هو من ناحية المارجن وخدت نورمال تيشو معايا بعد كده نيكروتك تيشو هي حتة بايزة اصلا لا تصلح انها تنفع للبيوبسي بيقولك ان النارو ديب اسبيش من اسبيتر دان ابروت شالو وانو ليه النارو ديب احسن من البروت شالو لان النارو ده سهل ان هو يتقفى وديب ليه علشان اخد كل التغيرات اللي حصلت في الكنكتف تيشو شود بي كارفولي كونسيدار حاجتين اول حاجة الالسريتد ليجن وفيه الدارك ستينينج ليجن في الدارك ستينينج ليجن هروح على اغمأ منطقة زي هنا ماخدش من هنا اخد من اغمأ منطقة واخد منها بايوبسي جيب بايوبسي شود بي فوكاست بيقولك ان انا دلوقتي لما هاخد من السنتر بتاع الالسر هاخد كل نكتف تيشو بس مفيش ابيسيليم تمام مش هيزهر مش هتزهر معك العينة اصلا فدي عينة كده ان ادكويت عينة غير سليمة دي خالية من الميكوزة ودي بتكون ان انا مش واخدها الحالة دي زادة عشان اخد معايا من عند الاج هاخد معايا مين هاخد معايا نورمال ابيثيليم او مارجن شود بي اهو كانت مكتوبة فوق شود بي اكستين تو نورمال يبا انا مش هاخد من هنا لا اهو بيقول لي اخد من من المارجن هيكون مور فاليو تمام تالت تالت بايوسي معانا او تالت طريقة معانا اللي هي التولودين بلو ولكن التولودين بلو دي بحطها على الليجن كله وبيلولني الخلايا النورمال والاب نورمال وبعد كده اغسلها باسدك اسد اللي هو الخل فهتوقع لي الصبغة دي من الخلايا النورمال وهتسيبها لي على الخلايا الاب نورمال وهتعرفني مكانها وكمان ان هو بيعرفنا اكتر حاجة في الماليجنانسي اه كارسينوما انسايتوي الانفيزيف كانسر تعال نقرأ كده بيقول لك ان الانسيجن البيوبسي كان ليد تو ادياجنوزيس اوف ميلد او مودرد تسبيليجيا دسبايت دابريزينس اوف انفيزيف كانسر ان مليميتر اوف دابايوبسي سايت يعني ايه بيقول لي في الانسيجن البيوبسي لو انا عايز احدد اكتر مكان فيه خطورة او احدد الليجن ده ممكن احط على تولودين بلو علشان توجهني توجهني ان انا اروح للا اصل نفس الليجن ده ممكن يكون عندي بريماليجنانسي وماليجنانسي لنفس الليجن ونفس الجزء فانا عايز اروح للورست او اسوأ حتة في الليجن علشان اخد منها الانسيجن البيوبسي هعمل ايه تولودين بلو هتوديين للمكان ده فبيقول لي اللي هي تولودين بلو بتعرف لمين ومين كارسينوما انسيتو والانفاسيف كانسر التولودين بلو دي عبارة عن ايه دي عبارة عن سبغة ان هو بيأسر او بيصبغ للافكتد ميكوزا المصاب ومش بيعمل لحاجة في الانافكتد ايريا او الخليل النورمال هو بيروح يمسك في الدي ان اي بتاع الخليل المصاب بقول لك الطريقة اللي انا بستعملها ازاي شوية دروبس كده بعد كده باغسل البشينت ده بيتمضمضلي او بيغسل المكان ده باسيتك اسيتك اسيت سوليوشن بعد كده بيقول لي التولودين بلو بقى بعد ما باغسلها بيقولك ان هي هايلي سينستيف بتتعرف او بتقدر تتعرف لي على الكارسينوما انسيتو والانفاسيف بورال كانسر نيجي بقى بعد كده الالكتروكاتري او الليزر بيوبسي بيقولك ان هي اللي بستخدم فيها الليزر او بستخدم فيها الكهرباء الكيب الكهرباء بيقولك الليزر مميزات الليزر ان هو بيكون ليس بين وليس بوست اوبراتيف ديسكمفورت وبرضو بيكون ليس بليدنج طيب ايه هي العيوب بتاعته ان هو بريديوس ثيرما دامج بيطلع حرارة والحرارة دي بتعمل لي دامج او بتعمل لي ان البيوبسي بتكون صعب ان انت تاخدها من غير ما يحصل الله دامج وبالتالي ان انا لازم اتجنب ان انا اخد البيوبسي اورال ميوكوز البيوبسي بي سي او الليزر او الليكتروكاتري بيقولك ان الليه علشان احنا قلنا ان هي بيكون ليس بين ولس بليدنج ولس بوست اوبراتيف ديسكمفورت فهي حلوة للوايد لوكال اكسجن افنون انتر اورال ماليجنانسي خلاص اعرفت ان هي ماليجنانسي فخلاص ممكن ااخد بيها بالليزر بعد ما انا الجراح في المستشفى اخد بالمشرت افتر اسكالوبل از يوزد تو اتروماتيكالي ابتين مارجنل اسبسمن فور فروزن سيكشن ابعتها بقى ابعتها للباثولوجيست علشان يعملها اللي فروزن سيكشن بيجمدها بعد كده بيقطعها ويعمل لها دياجنوس ويبدأ يشخصها بعد كده الاكسوفيلياتف سيطولوجي الاكسوفيلياتف سيطولوجي بيقولك ان هو بيستخدم براش بيجمع بفرشة كده يجي على الليجن ويستخدم فرشة والجماش عليها فيوقع منها سيلز على جلس اسلاب مثلا زي ما في الصورة كده يبقى بيجمع ويوقع الخلايا منها عشان خايف ياخد بالمشرت التعريف بتاعها سكراب اوف سيرفس اوف الليجن تو بيزمين تنبرين اوف بوسيبول بيقولك ان انا بعمل سكرابينج بفرشة كده ببراش ويقعها على السلاب بيقولك ايا مهم او يوسف الفور يعني ان انا بستخدمها او بتساعدني في ايه في الهيرب السيمبليكس فيروس وفي الكانديدياسيز وفي البنفكس في الجارس ويه بعض البكتيريا ويه السيلولار اتيبيا بس ايه هي العيوب بتاعتها ايه هي العيوب بتاعت الاكسوفيليات في سيتولوجي ان انا باخد البيوبسي دي او العينة بتكون سوبرفيشيال بس فبالتالي هي انريليابول ان انا مش بقدر ان انا اعتمد عليها اعتماد كلي طيب جميل طيب ايه هي المميزات بتاعت الاكسوفيليات في سيتولوجي اولا انها بتكون سيمبل وشورت طايم يا دوب بس بعمل بفورشة كده فوها وبعد كده بنزل على السلاب وخلاص كده اخدت البيوبسي تاني حاجة ان انا بقل الفير بتاع البيشنت والانجزايت ان انا داخله بمشرط وكده لا داخله بفورشة وكده بعد كده الفاين نيدل اسبيريشن بيوبسي بيقولك ان الفاين نيدل اسبيريشن بيوبسي ان انا بستخدم هنا نيدل او سيرنج بخش فيها في العينة وبسحب منه زي ما في الصورة كده بخش بيها على المكان اللي انا عايز ااخد منه البيوبسي وجاي داخل وساحة علشان افحصها هستولوجيكلي تحت الماكروسكوب كماني ان ساليفر جلاند تيومرز وديت اكتر حاجة في اورام الساليفر جلاند زي مثلا البروتي ده بعد كده بيقولك الانديكيشن ام تستخدم الفاين نيدل اسبيريشن بيوبسي اول حاجة ان راديولوس انتليجن شود هاف ان اسبيريشن بيوبسي برفورمت بيرورتو سيرجيكال اكسبلوريشن اي اي راديولوس انتليجن هخش بالنيدل وطلع منها قبل ما اعمل اي سيرجيكال تمام لانها بتكون بسيطة جدا يا دوب بدخل الليجن وشالها ما فيش بقى فلاب ولا بفتح باسكالابل او مشرط او اي حاجة اه تاني انديكيشن لو عندي ليجن كبير في مكان انا مش عارف اوصله انا مش عارف اوصله في المكان ده فممكن اخشله بالنيدل طيب اه بيقولك بعد كده information from the aspiration will provide a valuable information about the legion بيقولك ان لما اجا اخد بالفاين نيدل الاسبيريشن هيعرفني الليجن ده سواء كان صوليد لو انا دخلتها ومطلعش اي حاجة وشديت مطلعش اي حاجة فده صوليد لو دخلتها وطلع في لويد فده ممكن يعرفني ان عندي سيستيك ليجن لو دخلتها وطلع بص ممكن يعرفني ان انا عند ابسس لو طلع دم فده مثلا ممكن فاسكولر ليجن زي الهمنجيومة لو طلع اير فده ممكن مثلا عند انفيزيما جوه طيب ايه هي المميزات والعيوب بتاع الفاين نيدل الاسبيريشن بيوبسي المميزات بتاعتها الباشنت كونفورت انا فتحت لهش بمسرط انا دوب دخلت بسيرنج وطلعت تاني فبالتالي انا ما فتحتش فيلاب وطلعت دم فبالتالي انا قللت الريسكوف الانفيكشن وتجنبت اي دامج ممكن يحصل للفايتال استراكشور ان انا ممكن اقطعه بمشرة او حاجة طيب ايه هي العيوب بتاعت الفاين نيدل الاسبيريشن بيوبسي اول حاجة بيقولك ان انا في الاورال كافيتي مش سمح لأومدين الاكسيسابيليت الكفاية ان انا اعمل حركة الاسبيريشن جوه الاورال كافيتي تاني حاجة ممكن اخش في مكان غلط فممكن يديني فولس نيجاتيف بعد كده البيوبسي بعد كده الكيمي اليومينسينت لايت بيز سيستيم التوهج الكيميائي ودي طريقة سهلة جدا بيقولك ان انا بجيب العينة بتاعتي تحت اضاءة معينة اندر اليوميونيشن نورمال ابيثيليم بيمتصل الضوء ويعكسهولي في لايت بلو بيبان ازرق خفيف انما الابنورمال تشو بيعكس الضوء مش بيمتصه ويبان لونه ابيض وشاربر and more distinct margins فقدرت ان انا حدد مكان اللي يجب البيوبسي اللي بعد كده البانش بايوبسي اي مكان انا مش قادر اوصله بمشرت بخشله بالبانش زي المقوار كده بيقولك الايوب بتاعة البانش بايوبسي البانش بايوبسي لازم يكون سبت لازم استعمله في مكان في التشو ماينفعش ان هو يكون موفابل في مكان فيه في دم كتير او فيه انرفيشن التكنيك او ده مكان مش موفابل صعب انها تتحرك يعني بس ماسكة تحت بعد كده الكمبيوتر ترانسي بيثيليال اورال براش بايوبسي ده فاكرين مين الفاكرين دي اللي هي الاكسوفيلياتي في سيتولوجي بالبراش ان انا باخد بالبراش واخدها للباثولوجست في المعمل ان هو يقرأها لي لا هي نفس الفكرة بالزبط بس انا المرة دي هاوديها مش للباثولوجست بقى هخلي الكمبيوتر هو اللي يقرأها لي كمبيوتر اسيستد ترانسي بيثيليال اورال براش بايوبسي اه اورال بايوبسي براش اسفير ملي بريست اجنس الليجان اهو البراش بتاعتها الجاي داخلها في الليجان اندروتاتد انطيل بين بوينت بليدنج هلفها لغاية ما يطلع لنقطة دم صغيرة خالص الجاي بالجلاس سلايد الجاي بالجلاس سلايد بعدها والجاي منزل اللي نطلعته عليها ترانسفورمين ده سيلور ماتيريال لو تنقلي السيلز عليها تيثيونيك تيشو سبسمن اذن سبجيكت تو سبيشيلايز كمبيوتر اسيستد لابوراتري انالايزز مش الباتولوجيز توا اللي بيكراها لأه ده الكمبيوتر هو اللي بيكراها لي بعد كده سبسمن هاندلينج الهاندلين بتاعتشو ديورينج بايوبسي بروسيجور ده ليجان اسجرازبت وز آلز فورسيبس اور سيكور دوستركشن سيوتشار بيقولك ان انا ممكن امسك الليجان بتاعه بيقولك ان انا برضو بحفظ العينة بتاعتي بعد ما خدتها في العينة هنا اهوف الفورمالين تركيزه 10% 10% فورمالين حجم الفورمالين ده بيكون اكبر من العينة على الاقل لعشرين مرة بيقولك ان الاختبارات اللي هي المتخصصة زي الاميونو فلورسينس تاديز بتتطلب سوليوشان تاني متخصص باردو سبسمن فور دايريكت اميونو فلورسينس تاستين مست بي سبميتد ان مايكل سوليوشان ومش فورمالين ايه هي الجنرال برينسيبلز فور انترابوني ليجانز لو انا عند دلوقتي هاخد بايوبسي من انترابوني اللي هو على البون على طول اول حاجة ان الفلاب بتاعي شوت بي فول سيكنيس ده فول سيكنيس هو واصل لغاية البون هنا ما وصلش للبون لسه سايب صوفت تيشو الفلاب اللي انا فتحته لازم يديني التحكم الكامل او الوصول الكامل ان انا اقدر ااخد انسيجنل او اكسيجنل بايوبسي الانسيجنز بتاعي لازم يكون على ساون دبون اهو اه رقم اربعة ميجور نيوروفاسكولر استركشور شوت بي افويدد اه ان انا اتجنى بان انا عور نيرفي مثلا معدي او او بلاد فيسلزي معدي بعد كده بيقولك الانتراقسس اند هارد تيشو بايوبسي يقولك ان دي ليجنز ار موض افن دت رزلت اف برولمز اسوشيات وز دنتيشن الانتراقسس بوني دي انتراقسس تيشو بايوبسي متعلقه اكتر حاجة بمشاكل في الاسنان طيب الانديكيشنز بتاعت الانتراقسس بايوبسي امتا؟ اني انتراقسس ليجن لو فيه ليجن تحت في البون لو انا عندي مساكل في الدينتيشن مثلا وعملت اندو لو عندي مثلا تحت السنة راديولوسنسي اريا مثلا ابسس او حاجة اه فانا عملت اندو وما استجابش لو ما استجابش او ما خفيتش هعمل لي ايه انتراقسس بايوبسي التاني حاجة انتراقسس ليجنز اتابيرز انريليتد توزا تينتيشن لو ليجن كبيرة كده عندي في المانديبل وملاش علاقة بالاسنان فدي برضو هاخد لها انتراقسس بايوبسي وده بيكون شكل oral pathology examination request اهوات بعد ما بعته المعمل بيبعتولي في الصورة دي بعد كده بيقول لي امتى اود العينة اللي قدامي دي انها او امتى ارشح ان انا اعملها بايوبسي اول حاجة لو دينتست مش عارف يتعامل مع الليجن اللي قدامي when the health of the patient requires special management the dentist feel unprepared to handle الدينتست مش عارف يتعامل مع الليجن ده the size and surgical difficulty is beyond the level of skills that dentist feels the process بيقولك ان الليجن اللي قدامي دي الدينتست مش هيعرف فيتعامل معها او فوق اللي سكلز اللي هي عنده ثالث حاجة بقى ان هو خلاص ان هو مرشح ان الليجن ده مليجنانسي فانا هضطر ان انا اخدله بايوبسي وكده نكون خلصنا شابطر النهاردة اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ما تنسوش تصالوا على سيدنا محمد كان معكم دكتور تلواني يالله سلام عليكم